انتهت الحفلة التنكرية ودقت ساعة الحساب هاشتاغ القائمة السوداء لليوم ثالث على التوالي يتصدر لترند القطري من أجل فطح أنصار سياسة أمير قطر التخريبية تميم بن حمد لن نعفي أي شخص يتأمر على الدول المقاطعة من المحاكمة بهذه الكلمات كان المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني أعلن عن نشر قائمة سوداء عن الأشخاص المتآمرين على الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وفور انطلاق القائمة تفعل معها الكثيرون الدكتور أنور بن محمد جرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أكد أن تغريد القحطاني عن القائمة السوداء يفتح العيون على من أغراهم المال فباع الأوطان واستبدلوا الولاء مكان الريال واعتقدوا أن سجلهم الأسود انطوى ودعم وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد الخليفة القائمة السوداء قائلا عبر حسابه الرسمي على تويتر كل إرهابي وكل داعم للإرهابي وكل عميل مرتزق مكانه القائمة السوداء بئس القائمة وبئس القرار قائمة سوداء تعكس لون قلوب وضمائر ساكنيها الذي باعوا ضمائرهم من أجل المال القطري اشتركوا في القناة